أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد نحو 34622 فلسطينياً وإصابة 77867 جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي وذكرت السلطات الصحية في غزة أنه لا يزال هناك الألاف من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات فيما لا تستطيع تواقم الإسعاف ودفاع المدني الوصول إليهم أضفت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الأربعين والعشرين ساعة الماضية ووصل منها للمستشفيات 26 شهيداً وإحدى وخمسون إصابة